اشتركوا في القناة ويمتعه بمنفور صحة والسعادة والعافية والعمر المديد ليواصل رعاه الله قيادة مسيرة الخير والتقدم والنماء التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادته الحكيمة وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عن جزيل شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك المفدى لطيب المشاعر الأخوية والدعوات الصادقة التي عبر عنها جلالته والمجسدة لعمق أواصر العلاقات وروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين متمنيا لجلالته دوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الكريم المزيد من التطور والازدهار والرخاء تحت قيادة جلالته الحكيمة